موسيقى يعني يمكن حدث جديد مش عايزة أقول غريب ولكن حتى من التقرير إحنا سبعين أن الناس جايين علشان هيعملوا حاجة جديدة النهار ده هل موضوع لازم احتراف ولا بيكون فيه مثلا مدربين ولا الموضوع كان قائم إزاي حاب حضراتكم تفاهموني أكتر عن المهرجة بسم الله الرحمن الرحيم أولا ده مش أول مرة نعمل هذا المهرجة عمنا قبل كده بطولة مصر الدولية فوق الأهرامات سنة 2016 وكان لها يعني صدى عالمي وصدى دولي رياضي وإعلامي ضخم والحمد لله قدرنا ننظم هذا المهرجان وانخطط له تخطيط جيد والحقيقة برضو أخذ مجود كبير قوي في التخطيط في النظيم وساعدتنا شركة سكاي سبورتس في هذا الموضوع وهي شركة منظمة يعني لذي الأعمال رياضية المهرجان نظرا لأهميته العظيمة يعني ست رايس مفتاح السيسي حطوا تحت رايته فكان المهرجان ده تحت رايت ست رايس المهرجان ده تنفذ فترة من 25 إبريل إبريل إلى 30 إبريل اشترك فيه عدد كبير جدا من دول العالم حوالي 16 دولة ولكن كانت من كافة قرارات العالم من أمريكا الشمالية وأمريكا الجنوبية ومن أوروبا ومن آسيا ومن الدول العربية والدول الأفريقية فكان فيه مزيج من كافة دول العالم وكلهم محترفين وأبطال في بلدهم بالإضافة لأن هذا المهرجان جي في توقيت عشان نحتفل مع الشعب المصري بعيات تحرير سيناء عيات تحرير سيناء كان العيد 36 25 إبريل ونأكد على أن سيناء في قلب كل مصري فكانت دي مناسبة وطنية ومناسبة رائعة للتنفيذ هذا المرام في هذا التوقيت اشترك فيه عدد كبير من الدول وعدد كبير من اللاعبين وصلوا إلى مقاتل اللاعبين أجانب ومصريين والحقيقة كان يعني عرص رياضي ومنظومة متكملة من أول الاستقبال للإقامة للإعاشة لتنفيذ الإفنتات كلها لأن كان فيه عدة إفنتات كان فيه قفز بالمظلات بين اجتفاعات عليا وكان فيه باراموتور اللي هو الخفاش الطائر وكان فيه نمازج الطائرات الأنشطة دي كلها كانت تتنظم في توقيتات متزامنة وكانت واخدها دور كبير من أول صباح اليوم من ساعة سبعة صباحا لغاية يمكن خمسة مساء الأنشطة مستمرة طبعا الجماهير كثيرة وغافيرة حضرته وشخصيات هامة حضرت الافتتاح يوم 28 هذا المعرجان كان ليه تأثير محلي قوي جدا وكان ليه تأثير دولي عظيم وإن شاء الله هيبقى فيه معرجانات أخرى فيه توقيتات متزامنة عاملين معرجان إن شاء الله في شهر يونيو يعني بعد شهر يعني وأيام يعني على نفس المكان لأن اللعبين بيتمنوا إن هم ييجوا مصر أم الدنيا علشان يقدروا يزاولوا هذا النشاط فوق أروع الأماكن فوق أرامات الجيزة أرامات الجيزة دي أحد عجيب الدنيا السبعة فبيتمنى أي لاعب في رياضات الجوية إنه ييجي يضط أو يزاول هذا النشاط في هذا المكان لأنه هو بيسجل تاريخه وبيعتبر إن دي عمل تاريخي بالنسباله فيتمنى إنه ييجي باستمرار يعني ده كان المهرجان ويعني برضو إن شاء الله مصر بتؤكد على إنها قادرة على إنها تعمل أنشطة دولية وأنشطة قوية زي دي بالإضافة إن ننأكد على إن مصر بلد الأمن والأمان وأن دي رياضة برضو سياحية لأن برضو المشتركين في هذا المهرجان كانوا بيزوروا كافة الأماكن السياحية في مصر سواء المتحف المصري سواء الأهرامات نفسية تمكنوا من زيارتها يعني سواء رحلات نيلية القلعة كان يعني نشاط متكامل رياضي وسياحي وكل الحاضرون استمتعوا بهذا المهرجان ونعمل إن شاء الله في التكرار وعن مقارب بإذن الله إن شاء الله خديني أرجع لأستاذ عمار وحضرتك تكلمني عن تنظيم لهذا المهرجان كيف هذا؟ أولا سبع الخير وأنا أشكر التفزول المصري هو مهتم برياضة بالمنظر ده وكانوا مشارفيننا طبعا في المهرجان حاجة جميلة خالص أول حاجة عايز أقول إحنا مجموعة شباب مصريين مية في المية مصريين عندنا شركة التنظيم مهرجانة الدولية فإحنا نظمنا كاس مهرجان دولي قبل كده وحنننظم بطولة عالم إن شاء الله جاية في كتوبر لما لقينا الاتحاد المصفي للقرز الرياضي بالمزلط وسيد وإس مجلس الإدارة والأعضاء للمجلس عايزين يعملوا إفينت للأفزو الحر وتعلم فراموتر في الحرم فطبعا الموضوع ده كويس جدا ننشر الرياضة دي نوع الرياضة ده مش موجود في مصف إلا عن طريق الاتحاد فحبنا نشترك مع الاتحاد إن هو نظر هذا المهرجان بشكل عالمي زي ما تعوينا النظامه وطبعا المهرجان ده كان فيه تلات أربع حاجات متميزين جدا أول حاجة اللي هي سكاي دايف الأفزو من الطيارة وده طبعا أي واحد في العالم يتمنى يقفز فوق الأهرماط ده يعتبر يعني حاجة في حياته وليزم يعملها ده أساسي والطيارات في البراموتور ودي رياضة برضو شأنها أشاء نقفز الحر برضو اللي هو سكاي دايف برضو نوع يطير عند الهرمات دي حاجة برضو بالنسبة له ممتعة واللي هو درون اللي هي الطيارات البراموت كنترول الريديو كنترول فالتلات حاجات دول لما تنظموا في الهرم فعلا كان على المستوى العالمي الناس كانت مبسوحة بجدا والحمد لله الناس شافت التنظيم عاملي ازاي لان زي ما قلت لحضرك احنا نظمنا بطولة اتحاد أبطال العالم في الفيوم أكتوبر اللي فات وإن شاء الله عندنا بطولة عالم في أكتوبر اللي جاي فاللي احنا عملناه في الهرم ده مع الاتحاد المصفي كان قمة بصراحة لان الدول كل الدول اللي جات سواء أوروبا أو أمريكا ومصف اشتركت فيه بس الناس اللي جات من بره بتعلق بتقول ان احنا أول مرة نطيفه الهرم ودي طبعا حاجة جميلة جدا ان احنا اخترنا المكان ده ونفزنا فيه وطبعا عشان نطير فوق الهرم كان العامل الأساسي ان ساعدنا قوات المسلحة دايما كانت وقفة في ظهرنا جمد عشان ننفز هذا الموضوع فوق الأهرمات والحمد لله خرجنا بالإفنت ده بسمعة جيدة لان مصفي دايما مستعدة لتنفيذ هذا النوع المرياضة وده اعتبر أول حدث الشركة تنظمه على مستوى المصفي وإن شاء الله بنأمل ان احنا مصفي تخش دايما في نطاق هذا الموضوع من الطيران الشراعي أو الأفزو الحر من الطيارة لان مصف تتمتع بجو جميل جدا طول السنة وطبعا على اختلاف دور العالم عندهم الصيف آه أو لا أو الشتاء كذلك فلكن مصف طول السنة جميلة ينفع ان استخدمها في الطيران والسياحة الرياضية وطبعا يعني مصف بلد آمن تماما وطبعا عشان كده لازم ان شاء الله كل المصريين وأنا بدعو كل المصريين يزولوا هذه الرياضة وإحنا معاكم ان شاء الله ان شاء الله